يلا نمشيو الزيت الشعال نمشيو الهنشير الشعال وما ادراك وبرشا تساؤلات الناس تحب تفهم شنوها الهنشير هذي فهم برشا ناس تفاجأت وانو ثاني اكبر غابة متاع زيتون في العالم على المستوى العالمي احنا بش نحكيو ارقام اليوم بش نحكيو على تاريخ هذا الهنشير بش نعطيوكم كل التفاصيل حول هنشير الشعال مع محمود في هاتش عندك هاي سميها هاتش عندك عملنيها مع محمود قبيل هاي وعنا هاتش عندك ناسيونال وهاتش عندك انت يعطيني شعالدك بركة فكرة هاتش عندك الوطنية هذي والاخرة تنسميه هاتش عندك العالمية خد نحكيو هنشير الشعال هنشير مش غابة زيتون هو الهنشير فيه غابة الزيتون يعني بش ما نردوش هنشير الشعال زيتون كهو يعني فيه في وسط هنشير الشعال ثاني اكبر غابة زيتون مساحة يعنيها غابة منت خطر سعودية توقع دين يزرعو عمل انتاج مزالي حي كنحكيو على هنشير الشعال نحكيو على اكثر من ثمونتاش نلف هكتر تصور انتي معناها في عاود لي قديش بالمونتاش نلف هكتر فما تقريف الثلوز اقال اربعاليف اربعاليف ايزي عندو عامين والثلاثة التقريب ايه مكش لعلينا ايه مكنتش اربعاليف ولد فيه علينا غلطة مسكنين نقتلوه الزميلة فيه في دورة الثلاثمائة وخمسين الف زيتونة عليش نقولو في دورة وحسب التقريب على خطر كبير ايه مكش بشتلقى المفروض في الادارة عندهم الزيتون بالكاعدة مفروض معنا ايه محسوبين بالزيتونة هو شفنا عرض متاعتها سايب يعلم به كان ربي ايه في دورة ثلاثمائة وخمسين الف زيتونة ويقولو انه قبل كانوا اربعالية الف هاتهون قولو علاش فما في هنشير الشعال اربع مئة خمسة وثلاثين موظف قائر ايه ايه هذو ما يراه الرسمية معناها الرسمية في التسعينات كان الهكتر ها هو اللي انتي حاشتك بيه ايه في ما قلنا ثمنتاش نالف هكتر ايه دوذو ما اثقى الامريكان في التسعينات كان الهكتر يطيح ستة مئة وخمسة وثلاثين كيلو زيتون ستة مئة وخمسة وثلاثين كيلو زيتون زيتون في الف هكتر محلح معناها يان مش محلح انها في التسعيناتي بهين الفينا معش يطيح ولا الفينا عشرة ولا فين وتسعتاش الهكتر ولا يطيح في معدل اربع مئة وخمسين كيلو بين الفينا عشرة ولا فين وتسعتاش في الخمسة سنين اخرانين الهكتر ولا يطيح مئة وخمسين كيلو ما يدخلش للمخ النمرو هذا ما قد ما دوره باهي فما جفاه 10 Executive معناها على ثلاثة. ولا يطيح زيتون لانتير وهيكتر. تقول لي فما جفاف. ثلثة كهول. تقول لي فما جفاف. نجمي يطيح بثلاثين في المئة. يا أخوي أربعين. ما يوصلش يطيح لثلاثين في المئة من اللي كان قبلا. ما تدخلش. شنوه صار. شفهمك. تلاثة وسبعين في المئة. قلت تلاثة وسبعين في المئة من الأشجار عمرهم فوق تسعين سنة. تهرم معني. با هي. هي. هاي هم على قدم يكبروا على قدم الانتاج متاحهم ينقص. ينقص الانتاج معناها. الزيتونة تزراحة توصل في عمرهم معين تعطي الظروة متاع الانتاج. وبعد الزيتونة تبدأ تشيح. وفما اللي القلب. متاحا يموت وتولي معناها من لاجنة بكها والشجرة طالعة. فيها برشة تفاصيل. يحكيوها اللي يحكيوها على الخبراء. أما في الـ. ثلاثة من الأشجار الذوما اللي عمرهم فات لتسعين سنائة عفيف يقول قيل يخي ما نزيدوش نزرعوا ما نزيدوش نغسرو الزميتينات يا رسولة طبعا نجدوا كل مرات صحيح ما هو يدخل في العام كل عام فلوس ما نحيوش عشرة عشرين في المية وندخلوا ونزرعوا منهم الزيتون بدايت يتزرع في هنشير الشعال من الف وثمانية مئة وثنين 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 عاما قديم تاريخيا معناه اما من الف وتسعمية وعشرين هنشير الشعال موجود ويخدم وينتج المعلومات اللي نقولهم بخلاف الزيتون انا نقولك هنشير الشعال فيه ستة مئة وثمانية وخمسين راس بقري فيهم مئتين وثنين وسبعين بقرة حلوب وفيه تلاثة الاف وستة مئة وثمانية وثمانية راس غنم منهم الفين واربعمية انثى منتجة معناها جيبة العلاج واربع الاف جاجة متى عظم في العام هنشير الشعال بخلاف الزيتون ينتج واحد فاصل واحد مليون لتر حليل وستة فاصل خمسة مليون عظمة وثلاثة الاف تن علف مركز فكين حوصلوا كيفما التسايب كبير في الزيتون اللي قتلك ولا يهبت لانتير فبش خلي العظم وبش خلي الحليب واحد هدوم كل تابعين ادارة واحدة محمود كلهم ادارة واحدة كله هنشير الشعال اللي يحتوي غاب الزيتون تنوع الاختصاصات معناها المفروض انه يبدأ مقسم على الأقل المواشي وحدها الزيتون وحده هذك الفكرة تواش شفنا في المدة الاخرة انه المشكل شخصيا كان سألتني حتى قبل زيارة رئيس الجمهورية قيص عيد الهنشير الشعال حتى كان سألني نقول لك فيه تسايب ومش قاعد يتصلح وفيه مشاكل وفما محابات في التوظيف وفما خباب الميعلم به كان ربي اما ما تصورتش أنا بيدي وما تصورتش أنا الوينتاج بيش يتيح للدرجة هذي فشنو نقولو كان حبو نصلحو هكا فكرة صغيرة لعلك الوزارة يخذها كما الفكرة اللي حكي نعمل عناول هيت نقسموه يخويا كبير كبير علينا ما نقدوه هيت نقسموه نعملو ادارة صغيرة للبقر واحدو نعملو الدواجن واحدو والزيتون هو كبير والمساحة شاسعة وكل شي هيت نقسموها على ثلاثة اربعة وتولي كل شيرة فيه تخدم مستقل بميزانيتها مستقلة وبفلوسها مستقلة نحن في الاعليم تقوم بم هكي بيش نحكيه وتون حكيه على المجموع ووحدو كل شي ما هيت ادارين نقسموه يولي فما مدير عندو ثلاثة من مش عالي يخدم علي ومدير اخر هكي كي يولي فما تنافس حتى ما بين المديرين ما بين الاربع شركات ويولي هو جروب نشير الشعال يولي جروب ويولي فما تنافس ومقارنة معناها توا نحنا لا وتولي كل ادارة تحمل مسؤوليتها زادة تبدأ تولي وافحة معناها اكثر اما الفكراوين كنقوله ثمنتاش نالف هكتار زيتون كنجيه نحنا كل خمسة اكتارات ولا كل سبع اكتارات عند واحد ولا عند ادار نولي والنجمو نقارنو ما بينشوف هيدا يا قديش داخلت ويولي فما مقارنة ويولي فما تنافس فهمت البناتهم هكي كان نجمو نصلحو في صورة ما هو كبير علينا ما تبقينا العرض اللي ريناه حتى في الفيديو اللي هبتت معناه في رئاسة جمهورية وكلمة صحيحة بصراحة يقالوا ساشيم تاعل التركتور ما يتكسر كان في املاك الدولة نحكيو على ساشيم تاعل تركتور رو عم فيه طيغة ياخي صعيب على الدولة وانا تنجح مثل هالمشاريع اللي هالدرجة صعيب معناه لا وعليش كنت ناجحة. اه. علش كنت ناجحة وبعد ما عندش ناجحة. شباق بل كانت دخل الفلوس التونس. اه. وكانت كفاءة الدولة هي اللي تخدم فيها. اه. والدخل الفلوس التونس. واليوم لا. اه. اه. شنو اللي صار وشنو اللي تبدل. اه. شنو الحاجات اللي تبدل. معناها اه. اثبت التاريخ وعنه قادر الدولة. اه. المشاريع متاحة تربح. ولكن دي شفناها احنا حتى بعد الثورة. حتى الشركات اللي تم اه مصادرتها مثلا. اه. وقع ولت تحت تصرف الدولة. فشلت. 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 فشلت للأسف الشديد. هذيك هو المشكل. هو المشكل يظهر لي هوني في العقلية. عقليتنا احنا انه بعد اه للأسف كلمة رزق البليك هذي كديمة موجودة. وكذلك انه اه بعد الثورة للأسف الشديد. اللي بارشة ناس ما عادتش تخدم في خدمتها. اه. ما عادش. هي اللي كتجي تثبت وتشوف تقول ايخ الدولة ما صلحتش. اه. خذي الكل دارة والوزارات وزارة الفلاحة ما تلفتش من. طلقة انه وزارة الفلاحة عملت خطة فيها تجهيز ثمانية وعشرين اكتار اه بنظام الرأي الموضعي. وحفر قبر عميقة بالطاقة الشمسية. وجهود لتجديد الغراسات الهرمة وزيادة الانتاجية وتوفير افناشا جرار وصريج. في هذا الكل. كيما قلت ونعود. كان نحنا في بلادنا هيتنا راو اشتر المشكل انك تستعرف شنو المشكل. كان نحنا ما نقدوش مشروع كبير برش. هيت نقسموه على ثلاثة على اربعة على خمسة على عشر على مية على الفين. الفايدة يكون فما انتاج. كانوا بجيكون مشروع كبير برش وكيما كالفيديو اللي ادارة متاعا. شسمو اللي مثل في رمضان. شسمو زمينا في جوهر صابر الوسلاتي. كيما مثل في حكاية الجرارات وحطهم في الجريدة وما سمع بيهم قد. اي اي اي. كيان بش ندخلو في اللي مداخل لذوم يخلي نقسمو ادارة صغير. لانا نقاط باقي مقتنعة وانو قادرين كيما برش دول فما برش دول زيدة عندها شركات كبيرة برش ومشاريع ضخمة جدا تابعين الدولة وتسيرهم الدولة بشريح اه وشركات حكومية وناجحة بصفة كبيرة. فماش عليش اه ما نجموش نعملو هكي. فماش عليش. اسمع هذي نجيبه ثلاثة ولا اربع مشابيبة متعلنسات ولا اي مشابيبة ونردوها تيك. ردوها بالانتليجونس ارتيفيسيال ونردوها لكلها مراقبة بالساتيليت معانا طوى شسمها شريكة بالساتيليت. ردوها مراقبة الشجر ردوما نشوفوهم بساتيليت شنو نقسين وشنو زايدين ونعملو بابليكاسيون وردوها ديجيتالي زي هذي هنشير الشعال ونخدمو عليهم بالطريقة هذي. اما كان بش نقعدو فالقديم والادارة كما في التسعينات عفاف لليوم ونقعدو كما رينا هاو تركتورة ذا يتكسر هاو هاذا شريناه من تركيا وما فماش لقطاي عمطاعو كل شي بش نضيعو في الخرفشة في ذن شكرا شكرا شكرا